خلينا نروح لموضوع تاني بقى من الحاجات اللي النهاردة انتشرت سريعا جميز جميز بقى فرخة بكشك فجأة وكلام عكس بعض انا مش عارف هو الكلام ده كلام واكلة وبعد ده انا عايز اسأل سؤال انا في اخبار عمالة تنزل اسلجوميز لشروط معينة وطلبات معينة عشان يجدد عقلو ايه يا باشا الشروط دي والطلبات دي ان انا زواد مرتبي اللي انا يكون عندي محترفين على قدر الفريق انا اللي اختارهم ان انا افا كل المعرة الكلام ده او حد من النادي يقول لك هو لسه مجددش هو مش جدد انا بيتش فيهم حاجة ولا مجددش هو جدد الراجل ده جدد ولا مجددش سؤال مش قاله ان هو جدد سنة بعد ما كسب الكلفدرالية وفترة الصيف اللي فاتت دي ملموس انبدأ ازاي احنا في شهر 11 لو مجددش يعني ايه حنقعد معه لسه وحنشروطه وحايز اقعد مرتبه وحايز يعمل كذا وحايز يعمل ازاي يعني مش فاهمها دي مش فاهمها المهم بدأ تظهر في الافق اخبار حتى نزلة في السعودية ده في اخبار نزلة في السعودية ان الاتفاق السعودي بيفكر في جميز بدل جيرارد اهو شرق الاوسط بتقول الاتفاق يخطط لاقالة جيرارد وجميز وبيدرو والاتنين الابرز لخلافته وجميز ده مش احنا اللي بنقول يعني ده الصحافة هناك والميديا السعودية هي اللي بتقول ده جريت الشرق الاوسط الجريدة كبيرة يعني مش اي جرنان يعني بصراحة يعني جميز لا لا جميز جميز مجددش يقول لك اصول جميز ليه طلبات محددة هنا الناس بتنفي وجميز نفسه هنا يقول لك لا الكلام ده مش صح معرفش عندنا اخبار ولا لا عن عن مصادر يقول لك مصادر مقارنة من جميز نافت انه او معرفش نافت انه هو اهو جميز علمة مصدر مقرب من جميز اهو علمة انه ضمن المرشحين لتدريب الاتفاق ولكن لم يحدث اي تواصل رسمي من قبل النادي السعودي جميز مرتبط بعقد مع ومرتبط ولا مش مرتبط غلبتونا الله ولا يقعدوا معاه ليه عشان يجدد هو وصل مجدد ولا مش مجدد انا مش عارف بعقد مع الزمالك وعندما علي ماء بتلك الاخبار قال انه لا يشغل باله بها ويركز فقط على عمله مع الزمالك وحتى لم يتحدث اي شخص معه للموافقة او الرفض عايزين رأينا بقى ده شغل ووكلة والله العظيم اقسم بالله بيشربه الزمالك الطعم انا بقسم بالله تيكير بقول الزمالك تيكير ده شغل هو وكلة ده وكيله مع وكيل في السعودية يصرب فينزل في الميديا السعودية فاحنا هنا غشم ننقل وخلاص ونزيع وخلاص ويه الزمالك يجري طب طلباتك طب ابو قرش يبقى بقرشين وليه القارات وينجز ويكسب اكتر ما بياخد انا انا عن نفسي شايفها كده ده شغل وكلة ده شغل وكلة فانا بقول الزمالك ايه تيكير بس اذا كان جوميز هو مش ماضي غريبة دي مش عارف صراحة يعني انا يعني مش عارف دي غريبة جدا